بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث الرحمة المهداء دايماً لما بنكون قاعدين مع الجليس ونحاول نتفكر كده بنتفكر في أحوالنا ونتفكر في الجلساء اللي احنا بنعيش معهم لأنه ممكن فيه جليس ياخدنا طول الحياة كده زي ما يقولوا كده يفسحنا ويخلي حياتنا على هامش الحياة ونعيش حياة في غاية الصعوبة وإحنا مش داريانين إن الجليس ده هو السبب جليس النهاردة بعض الناس بتعتبره نوع من أنواع النصاحة وأنا مفيش حاجة بتوجعني جداً جداً قدي فكرة النصاحة دي وعلى فكرة هي مش نصاحة في الحقيقة بالعكس وجوده بيفسد الحياة ويقلل من قيمة الإنسان وكمان يهدر كرامته الجليس ده للأسف جليس موزع جداً بس الناس ما بتلاحظوش وساعات الناس بتحد إن هي تقعد معاه طول الوقت الجليس ده هو جليس أنا بسميه الفهلوة الإنسانية يعني إيه الفهلوة الإنسانية دي المصطلح اللي أنت بتقوله لنا دي إحنا فهمين الفهلوة يعني إيه بقى الفهلوة الإنسانية يعني إن إنسان يهد من الفهلوة فيعيش بها في كل أركان حياته حياته عبارة عن فهلوة وأشياء أخرى الفهلوة هي الأساس مش بس بتبقى الفهلوة في العمل مش بس بيتفهلوا على مراته مش بس بيتفهلوا في الشارع بيتفهلوا في طول الوقت فثقافته هي ثقافة الفهلوة وثقافة الفهلوة دي نوع من أنواع الشطارة والزكاء عنده هل ده صحيح؟ هل صحيح أن الفهلوة شطارة والزكاء؟ لما تجي تسألني عن ضميري لا الفهلوة مش شاطر والفهلوة مش زكي هو صحيح بيبدو أنه هو بيلعب على جهل الناس وضعف زكاء الناس دايماً للفهلوي بيبقى رهانه على قد إيه الناس مش فهم الحاجة مش قد إيه هو قادر يضيف قيمة إضافية والله سبحانه وتعالى علمنا قيمة مهمة جداً في حياة الإنسان عشان تجعل الإنسان إنسان وتخلي حياته حياة طيبة بشكل حقيقي وتخلي الحياة فيها قدر من الاتزان وده وتأول ركن من أركان الحياة الطيبة إيه القيمة دي قيمة اسمها الإحسان قيمة اسمها الإتقان فقال الله سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين المحسن ده الله سبحانه وتعالى يرفعه في مقام المحبوب ولو حبينا نفسر معنى الإحسان هو إيه؟ اللي حضرة النبي قال عنه نحن نتكلم عن الإحسان بمعنى الإتقان اللي هو إيه؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه أن يحسنه يعني إيه؟ وده مرتبط بالإحسان أن تعبد الله كأنك ترى يعني لما تيجي تعمل الحاجة تحسن فيها وتتقنها لأن الله ينظر إليك ويراك الله سبحانه وتعالى أخبرنا إنه هو بيحب الإتقان مش بس بيحب إنه عشان حياتنا تكون مليانة بالنظام ولكن عشان كمان حياتنا تكون مليانة بالسعادة لإني مش هتقدر تكون في سلام وفي أمان ولا في سعادة غير لما تكون إنسان بتأدي كل حاجة في دوره وفوقتها إن الله كتب الإحسان على كل شيء يعني الحاجة لما تتحط في مكانها وتحط في وقتها وتحط بحقها ومستحقها هو ده الإحسان إذا حصل خلل في ده مش هتقدر تعيش جمال اللي كتب الله على الحياة أوقات كتيرة بقى الفعلوة بتتغلغل في حياة الإنسان لحد ما تبقى أسلوب حياة إن الإنسان شخص فهلاوي فمثلا الفهلاوة في الجواز فالزوج والزوجة مثلا أنا بسميها الفهلاوة الزواجية يدخلوا على الجواز أو يدخلوا حتى في محيط الأسرة على تربية الأولاد هم فاكرين إن هم هيبقوا أزواج وأباء بالفطرة وده بات في الحقيقة شيء عبسي وده بات اللي أنا بسميه الارتجال الحياتي يعني إيه الارتجال؟ ماوري الارتجال الساعة بيبقى كويس؟ لا الارتجال بمعنى الإبداع لكن الارتجال بمعنى الفوضوية لا ده يبقى حاجة مزعجة جدا اللي الارتجال بمعنى فرد السدر لا ده نوع من أنواع إهدار قيمة الإحسان وإهدار قيمة إن الله ينظر إلينا وإهدار قيمة إن الله سبحانه وتعالى يطلب منا إن احنا نقوم بواجباتنا فعشان كده الحياة بتبقى مليانة بالمشاكل عشان لا هم تأهلوا على الزواج ولا هم تأهلوا على التنبي وبنشوف كمان أنا طبعا بقى نوع الفهلوة اللي جاي ده بيوجعني قوي اللي هي الفهلوة في الدين احنا عندنا مية وعشرة مليون مفتي الناس اللي بتنصح بعضها في الدين ولا هم درسوا دين ولا تعلموا على إيد مشايخ معتمدين وحصلوا على المنهج الصحيح فأدى ذلك إلى إن هم يبقوا مسندين ويبقوا مجازين ما حصلش ده وعشان كده بيبقى سهل إن هم يتطرفوا ترجمة نانسي قنقر